لكن أحب أقول أنه الخبز يرمز لشخص المسيح العظيم في طريقة صناعته ممكن نتوضح أكتر عن الموضوع هذا نعم بنعلم أنه حبة الحنطة اللي تكلم عنها الكتاب المقدس اللي بتقع وتموت إشارة للمسيح مكتوب عنه في سفر أشعياء أصحاح 53 نبت قدامه كفرخ ثم مكتوب أيضا قطع من أرض الأحياء إشارة لعملية حصاد الحنطة قطع من أرض الأحياء ثم بعد هذا القطع تدخل حبات القمح لتطحن وهذا المكتوب في أشعياء 53 وهو مجروح من أجل معصينا مصحوق لأجل آثامنا صحق المسيح بسبب خطيانا وآثامنا توضيح بس للمشاهدين أنت بتقتبس من الشعياء إصحاح 53 نبوة الشعياء بيتحدث عن المسيح أو صلب وموت المسيح قبل 700 سنة نعم ونرى الارتباط الكبير والعظيم جدا بين أشعياء 53 وبين إنجيل يوحن الأصحاح السادس وهذا يؤكد أن في المسيح تلغى الأوقات والأزمنة فهو هو أمسا واليوم وإلى الأبد أواصل الحديث هو النبت الفرخ اللي نبت وهو اللي قطع من أرض الأحياء وهو اللي صحق كما أن المسيح على الصليب وضع في نيران شديدة ترمز للخبز اللي بيوضع في تنور يوضع في فرن ويتحمل نيران شديدة المسيح الخبز الحي هل يمكن أن يستفيد شخص من الخبز دون أن يكسره كان لابد أن المسيح يكسر على الصليب يموت على الصليب لكي نستفيد نحن منه ونأكله بالمفهوم الروحي طبعا عندما يقول جسدي مأكل حق مش المقصود به عملية الأكل والمضغة والبلعة والهضمة لكن مقصود به أنه في المسيح توجد حياة كما أن الخبز يعطي للإنسان استمرارية الحياة